في رضا على سامسون أكنولا الفترة الأخيرة حتى أنا قلت إنه شكله شكله هيدينا وش جديد الموسم الجديد بص يا كريم سامسون لما سافر هو خد أو أطول لعيب أو أخطر لعيب خد أجازة وسافر بدري عن اللعيبة يعني اشتغل هناك كويس وكان بيتابع مع الجهاز الفني والجهاز الإداري وبيبعت لهم بقول لهم أنا شغال وبيصور لهم نفسه في الجيم وشوفه الراجل كان متحفظ شوية عليه وفقاً للي شافه قبل كده أو السيزون اللي فات ولكن لما جيه وبدأ ينزل تمرين وشارك مطش السكة الحديد الودي وسج الجنين بدأ شوية الناس تشوف إنه هو الأمور معاه بتصير بشكل أفضل في حاجة كمان مهمة كريم إنه هما في خلال المعسكر كانوا كل الجهاز كله بطبيب الفريق الناس كلها بتتكلم معاه نفسياً بيهيقوه إن انت ده موسم جديد تعامل إن انت جاي أول مرة تيجي نادي الزمالك سيبك إنسى الموسم اللي فات ده خالص ونشتهل مع بعض فبدأوا يهيئوا اللاعب بجلسات نفسية خلال تواجده في المعسكر الراجل عايز يدي له فرصة هو كده كده أنا ما عنديش أصلاً خيارات وما عنديش صفقات وعندي نقص عدد في مراكز كتير ما عنديش غير سامسون وناصر منسي فالراجل ناوي يدي سامسون فرصة هيبدأ يدفع بيه في مطش أرطا سولار الراجل عايز يدي له الفرصة هناك وهنا عشان يبدأ يحكم عليه كمان في المطشات الرسمية لأن هم شايفين إن اللاعب عايز يعمل حاجة بقى الفترة دي على عكس الموسم اللي فات أبي مختم مين هيدفع الغرامة متى سبورتينيش بولا؟ هل فعلا الراجل أعمال هيدفع الغرامة؟ سريعنا يا كريم في القصة دي كان قيل إن الزمالك الساعات اللي فاتت وصلوا مليون و تلتمية ألف دولار قيمة الغرامة وهتتسدد حتى الآن ده ما حصلش على أرض الواقع الفترة اللي فاتت رجال أعمال جمعوا نص الغرامة ولكن سبورتينيش بولا كان رفض حطوا الغرامة في البنك عشان تكون موجودة عشان ما يعني الناس اللي اتبرعت أو رجال أعمال اللي جمعوا المبلغ ده خلاص المبلغ موجود نص الغرامة هيبدأوا يجمعوا مع العائد بتاعي أو الفواد يعني اللي هتيجي من المبلغ ويبدأوا يجمعوا علشان يجمعوا مبلغ الغرامة ويتسدد لكن قصة إن فيه رجال أعمال جدو دفعوا بالفعل مبلغ الغرامة ده على أرض الواقع محصلش على حد الواقع